بعد مرور أيام على أحداث صنعاء الأخيرة خرجت واشنطن عن صمتها ببيان أدانت فيه مقتل المخلوع صالح وأفراد وسرته في الوقت الذي حملت فيه الحرس الثوري الإيراني مسؤولية تسليح ما أسمتهم بالمتمردين الحوثيين مطالبة للحوثيين بتوزيع الغذاء والدواء والوقود في مناطق سيطرتهم واتهمت واشنطن إيران بتسريع دورة العنف وعرقلة تدفق المساعدات الإنسانية ويعاقة التوصل إلى حل سياسي في اليمن لكن واشنطن حثت في الوقت ذاته السعودية على تسهيل تدفق الحر للمساعدات والسماح باستيناف الرحلات عبر مطار صنعاء وتزامنت دعوة واشنطن للسعودية مع انتقادات حادة للرياض من قبل مسؤول أمريكي قال لرويترز إن واشنطن قد تفرض قيودا على السعودية في حال رفضت تخفيف القيود على الأوضاع الإنسانية في اليمن الاعتراضات الموجهة من واشنطن لكل أطراف الصراع في اليمن جعل المرصد السياسي لمعهد واشنطن يشير إلى أن الأهداف السعودية الإماراتية لا تسير على نفس إيقاع السياسة الأمريكية فواشنطن بنظر الباحث الأمريكي سايمون هندرسون تعتبر الرياض شريكة في المأساة الإنسانية التي تعيشها اليمن ويرجح المعهد الأمريكي أن الإمارات تفضل عودة اليمن إلى ما قبل وحدة 1990 بينما لا توجد مؤشرات واضحة على رغبة السعودية في بناء دولة مستقرة في اليمن تتجه اليمن وفق باحثين أمريكيين نحو حقبة فوضى جديدة ويؤكد مراقبون غربيون أن على واشنطن عدم التركيز على الأوضاع الإنسانية فقط بل التوجه نحو تعزيز جهود إضعاف نفوذ إيران وخلق قيادة سياسية جديدة في مناطق ميليشيا الحوثي التي بنظر أمريكيين لا تتمتع بتأييد غالبية اليمنيين